ما تحدثنا عنه وهو أن الإنسان إذا خرج للمسجد أو للصحراء أو وهو يمشي فليكتر من ذكر الله أكثر من ذكره في المنزل وهو جاسل وحده ليه لأن الشجر والحجر يشهدان له يوم القيامة فإذا كان الإنسان خارج البنيان وخارج البيت وخارج كذا فليحرص بأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من كونه يجالس في البيت ليه لأنك كما قلت ما من شيء يسمعه إلا ويشهد له يوم القيامة من الشجر والحجر والبهائم والطيور وما شبه ذلك فأكثر يا أبو ميلي وانت رايحة لما مع الزدية لا تنسى لأنها مليانة الحجر والزدية صحيح هذا بسبحة ببيتها أما القصة بدنا نغير عدل شوي نجيب لنا القصة ففيه هناك شاب بالزلفي كان أبوهم مشتريين مزرعة دين والأب توفع الله يرحمه والوريث الوحيد له هذا الابن والابن أزع جوه يبون قيمة سداد المزرعة وما عنده شيء منهائي والمزرعة ما تسوي شيء شاريها أبوه دين والمهم منها الآن ما تسوي شيء وهو ما عنده شيء يعني لو ببيعها هتا ما سددت ولا ربع القيمة فمع الإلحاح الشديد ومع الكذا ومع كذا أراد أن يهرب جلده ونخلي مزرعتهم قاعدة وين راح التقى بمجموعة من اللي يسمونهم الجماميل اللي يروحون ما بين ما بين نجد عموما والأحسى يسمونهم الجماميل والهم أمير معترف به من قبل أمير الجماميل نقولون بضايا على جمال أي نقولون التمر وأشياء أخرى يجبونها من الحساء كانت الحساء مشهورة في هذا الشيء بالتمر وكذا ويجبونها سواء للدولة أو للتجار في الرياض أو في القصيم ألخ فهو مساكلة مع فرقة من هؤلاء الجماميل وذهب إلى الأحساء للبحث عن الرزق والتواري عن الأنظر الله فوجد شخصا في السوق دلال كبير وبائع للإبن فعرض عليه أن يجب أن أعمل معه فقال له أهله سهله أنا أرحب فيك أنا محتاجي لرائي للإبن بس ترى ما عندي راتب أعطيك كل سنة للكبعير ولكن بكراه وخلاص هذا أجار في السنة أنا أعطيك كله من الظروف تعرف فالولد يبغى ففعلاً استمر عنده حوالي فترها حوالي حوالي ما تكون خمسة عشر أو ستعة عشر سنة وإذا عنده مال مبلغاً جيداً من الإبل صاحب الإبل هذا سكنه الحقيقي في الخرج أولاده مقيمين في الخرج وزوجته وكل شيء لكنه مقيم في الأحسان موقع دلال في السوق ويروح لهذه بين فآونة وأخرى ويرجع المهم أنه ذاته يوم تعب صحياً فمسك الولد هذا الزلفاوي وقال له ودني أهلي أنا خلاص مرة يعني بشال على البعير وراح لما انتصفوا الطريق مات صاحب الإبل فالزلفاوي خذ أهو طلع لمخابيه من الأوراق والفلوس وكذا وطبعاً لازم الجو كان حار وكذا لازم يدفن غسلها بالزربة اللي معه بعد وكفن ما دلوشو بحاجة طارفة ودفنها لأنه ما يقدر يقاوم الجو حار وباقي على الخرج زي ما تقول مدة طويلة المهم ما أعطيه هو قبل محسب المرض الشديد وكل الزلفاوي على أهله وبيته وعياله وعلمه وينه مبوه بالخرج ومنهم وإشماهم وكذا فذهب المسرعين إلى الخرج واتصل عن طريق السؤال بأهل الرجل هذا وكانوا الأولاد في ذلك الوقت صغار مهم مبوه كبار صغار ومدري عن طريقة ما وحفروا نبشوا القبر وجابوه للبلد وصلوا عليه المسر مرة ثانية وقبروه مرة ثانية الآن هو معها يعني مكلة على البعارين وإذا رجع الولد الأحسى وباع البعارين كلها مرة حقاته هو وحقات الشخص اللي كان يعمل معه ورجع إلى الخرج واستقر الولد هذا بالخرج أيضا يبغى يصير قريب من الأسرة لأنه حس بالمسؤولية كان فيها ولدين وبنتين والأم وذاك مكلة توكيل ونزم عليها حط ممانع قال لي انتبه المهم منه صار يدخل عندهم عند العيال وكذا وجي متطلباتهم وكذا وصار يشتغل معه فلوسهم بعد اشترى البيت وصار يشتغل بالخرج فبعد فترة حس أنه يعني في صعوبة للدخول على البيت والزوجة موجودة فعرض عليها الزواج هي أكبر منه فعلا لكن وفاء لصاحبه وكذا فتزوجها وعاشوا فترة من الزمن فكان في مجموعة يجوون من الرياض من أهل الزنف يروحوا للخرج يجيبون بطيخ تعرف حراج البطيخ بالخرج فيحملون يجوا للرياض فكانوا قبل ما يبدأ الحراج يجتمعونهم في مكان يتقهون وسلفون وكذا هذا من يعني زي ما تقول ودي يسمع أخبار عم الزل في ود كذا وكذا مبطي مبطي ولا وده يعني فييجي لم هؤلاء تقاهوا معهم وسلف كل يوم فواحد منهم من هؤلاء اللي يجون صار عنده ذكا وشاف شكله لما ذكرني يوم قول هم علمهم أنهم نزل لا لا شاف شكله وكذا قال هذا ولد الفلان شام ملامحة جاي مرة فكان أولاد أخو عمانة كانوا يشتغلون في البطحة عمانة الولد هذا في البطحة يبيعون يشترون فراح لمهم قال والد أخوكم عنده يجي بالخرج وهم ناسينه لهم سنين خلاص قالوا أنه راح ومعتوا انتها الموت ما يدوين ما اتبه ناسينه الموت صحيح أشتري لي شحنه وأجي ركب معه يقول تمشي ياه وشيف والد أخوك ركب معه ومهم صدق لكن قال خلها زي ما تقول كشته اليوم فجاءه ويقول من يوم أنهم جاء أقبل هذا الابن الولد اللي أقول لك هذا قام عمه هذا على طول وذاك استقبلوا بعضهم على طول بدون مقدمة عرفها بالله كلهم لا ذاك ولا ذا القلوب شواهد سبحان الله العظيم وها مرحبا وكذا واخذ عد منه المعلومات وعطاهه وششار فقال خلاص بكرة ولا بعدها تجلمنا بالرياض حلنا كذا ويقوله العد ولا جي شي لك قال لها أنا جي الممجل الرياض وعزموه وافتباع شروبه وعرفه ولا قارب وكذا وعلموه منه صاحي ومنه الحمد الله ومن بعدها قاموا وتوسطوله في شركة أرامك وحارس بئر أو حارس من منطقة وكذا برات من ممتاز عن طريق الشركة وعطوه سيارة بس يجي بالليل حارس أحياناً والصباح فدأت يوم الله يرحمه موات المسلمين مع الطريق الخرج شاء الله قلابي وسلمه مات الله يرحمه موات المسلمين الله يرحمه بقت الأسرة طبعاً انفجعت الأسرة اللي هم لا عيالها الصغار ولا عيالها مهم عيالها اللي مص عليهم حجعوا عليه لأنهم كالوالد ومعاملهم معاملة طيبة هذا الشاهد من المروع الشاهد للإنسان على وتمين على حاجها وكذا يقومها كما ينبغي ولهذا كانوا يعني نعتبرينها مثل الأب وكذا واستمر يسألون وكذا فصاروا يجون لما قاربة بالزل في أي مناسبة مناسبة الزواج أو مناسبة الله يسفيكم الشر عزاء إلى يومك هذا إلى الآن إلى الآن رد الوفاء كلهم لا البنات لا بنتين ولا الولدين بل وأولادهما يجون معهم وكذا فهذا من قصة قصص عجيبة هو شيء موضوع الشراء الأول وهو الواحد ما يخطط ولا يشوفه ظروفه ولا 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 ثم الشيء الثاني الإنسان وشلون ظروفه وتجبره على أشياء ما يرغبها وكذا ثم الأشياء الثانية الصدف والوفاء وحب الوفاء وإلى آخره وفقنا الله وإياكم أرجو أن تقول هذه القصص لحظة الأبوذة ومبيا منها لكن نعم نعم إنها قصة جميلة بارك الله فيك الله يزاك خير وعبد الله حقيقة فعلا القصة هذه نستفيد منها عبر لا يجب منها أولا نستفيد منها نعمة الله عز وجل لحنا فيها وكم عانا والأجداد وكم عانا والأبا وكم عانا أهلنا القديمين في صعوبة التنقل أيها الله وبعضهم يموت في الطريق ما أحد أدري عنه وبعضهم تأكلها الذيابة وبعضهم شاهد فكم من النعم حقيقة حنا فيها الآن نعيش فيها في رغاد وعيش نعم أحمد الله عز وجل أعتقد أن تحصيها فمن القصص غالبة من قصتك اللي تقول كان جار لنا الله يغفل له يا رحمه أتوفي رحمة الله